جرى صباح اليوم بمقر وزارة الثروة الحيوانية حفل تسليم وتسلم بين الوزير السابق للوزارة الدكتور عبد الرحيم يونس علي والجديد الدكتور محمد النظيف يوسف كان ذلك بحضور الأمين العام النائب للحكومة حسن أحمد بشا تقير رماد جبرينينجيني تبدو صورة واضحة أن وزارة الثروة الحيوانية والإنتاج الحيواني حدست فيها تغييرات طالة القمة وفي هذا الشعن جاءت عملية التسليم والتسلم بين الوزير السابق الدكتور عبد الرحيم يونس علي والوزير الجديد محمد النظيف يوسف وكان ذلك بحضور الأمين الآم النائب للحكومة حسن أحمد بشا الوزير السابق وصف أن الأعمال الإدارية تعتبر متابعة وعليه ناشد كافة العلمال بالالتزام بجميع قوائد العمل لتحقيق الأهداف المطلوبة وزارة الثروة الحيوانية والإنتاج الحيواني من نهيته شدد على أولويات الحكومة التي ترمي إلى تنمية حاز القطاع وزارة الثروة الحيوانية والإنتاج الحيواني مهمة جدا وهي ضمن أولويات الحكومة لأن اقتصادنا الحقيقي يكمن فيها وبالنسبة للإخوة العمال في الوزارة أرجو أن نعمل من أجل مصلحة شاد على الإدارة الجديدة أن تدرك أن وزارة الثروة الحيوانية والإنتاج الحيواني تقوم بإدارة العديد من المشاريع وهذا في حد ذاته يتطلب من الجميع مراجعة كافة الملفات بصورة دقيقة لترتيب البيت الداخلي سياسيا احتفل مناضل ومناضلات حزب الحركة الوطنية لإنقاذ الـ MPS والأحزاب المتحالفة معها بمدينة سار حضرت إقليم شاري الأوسط بالذكرى الأولى لتنصيب رئيس الجمهورية إدريس دبيتنو في ولايته الخامسة وسط أجواء من البهجة والسرور تقرير أحمد حامد عبد المشيد احتفل مناضلي ومناضلات الحركة الوطنية للإنقاذ والأحزاب المتحالفة مع الحركة بمدينة سار حضرت إقليم شاري الأوسط بالذكرى الأولى لتنصيب رئيس الجمهورية إدريس دبيتنو في الثامن من أغسطس الماضي إثر فوزه في الانتخابات الرئاسية على باقي المترشحين بنسبة 63% وبهذه المناسبة تم تنظيم حديثا صحفيا بمقر الحركة الوطنية للإنقاذ تناول خلال الحديث الصحفي الأمين العام الإقليمي للحركة الوطنية للإنقاذ محمد بوكا رمضان الإنجازات التي تحققت خلال المدة التي قضاها رئيس الجمهورية على رأس الدولة والمكتسبات الكبيرة التي تحصل عليها الشعب الشادي كاستقرار الوضع الأمني في جميع ربوع البلاد والحفاظ على حقوق الإنسان والحريات الأساسية والدور الكبير الذي لعبته السياسة الخارجية الشادية على المستوى الدولي كما أشاد بالبرنامج السياسي لرئيس الجمهورية إدريس ديبيت نو الذي تم انتخابه بناء عليه والمتمثل في إعادة هيكلة مؤسسات الدولة وضمان العدالة لجميع المواطنين والعمل على تحسين المستوى المعيشي للسكان رغم الصعوبات الاقتصادية الكبيرة التي تمر بها البلاد وفي الختام وجه الأمين العام الإقليمي للحركة الوطنية للإنقاذ رسالة لجميع سكان تشاد بصفة عامة وسكان إقليم شاري الأوسط بشكل خاص متمثلة في ضرورة الحفاظ على العيش المشترك ونبذ الفرقة والعنف بين أبناء الوطن الواحد ترجمة نانسي قنقر